للفرح والسعادة تأثير جيد على صحة الإنسان النفسية والجسدية يتي ذلك على عكس الضغط النفسية الذي يرتبط بالعديد من الأمراض منها مشاكل القلب السكري، ارتفاع ضغط الدم والسمنة الزائدة فتختلف ردات الفعل من شخص لآخر أثناء لحظات السعادة العارمة فمنهم من يعبر عنها بالرقص أو حتى الصراخ ومنهم من يطلق لأجلها الدموع فمن الذي يحدث للإنسان تحديداً في هذه اللحظات وللحديث أكثر عن موضوع ينضم إلينا من جدد دكتور محمد الحامد السيشاري طب نفسي صباح الخير دكتور محمد صباح الخير دكتور طبعاً موضوعنا عن السعادة المفاجئة خلينا نقول كيف ممكن هذه السعادة المفاجئة تؤثر على نفسية الشخص وحتى عضوياً؟ صباح الخير مهيرة ورشة وصباح الخير المشاهدين والمشاهدات الأكارم طبعاً السعادة بصفة عامة تؤثر على الإنسان إنجاباً من خلال إطلاق العديد من الهرمونات المرتبطة بالسعادة طبعاً هناك مجموعة من الكيميكلز والمواد الكيميائية اللي نسميها هرمونات والبعض منها ليس بهرمونات هي نواقل عصبية مرتبطة بحالة المزاج العالي وبحالة السعادة نلخص هذه الهرمونات ربما في أربع وإن كان هي أكثر من ذلك أهمها الهرمون الأكسيتوسين وهرمون الإندورفين وناقل عصبي سيروتونين وناقل عصبي دوبامين هذه المواد الكيميائية من هرمونات ونواقل عصبية لها تأثيرها المباشر طبعاً عندما يشعر الإنسان بالسعادة في لحظة معينة ناتجة عن الإنجاز اللي بيحصل غالباً في مثل هذه اللحظة هو إفراز كميات كبيرة من هذه المواد ولا سيما في لحظات الإنجاز لحظات الإنجاز عادة تكون مرتبطة أكثر بمادة الدوبامين مادة الدوبامين عادة تفرز عندما يحقق الإنسان الهدف عندما يحقق طموح معين عندما يسمع مديح أو إطراء من الآخرين وهذا ينطبق تماماً على لاعبين كرة القدمة وعلى لاعبين الرياضة بصفة عامة اللعبين الرياضيين عادة عندما يحقق إنجاز سواء في ماراثون أو في مضمار جري أو إلى آخره عندما يتفوق ويحقق المركز الأول أولاً هو حقق هدف يسعى إليه عبر التدريب خلال ربما شهور أو سنوات فهذا تحقيق الهدف في حد ذاته يفرز كمية من الدوبامين عملية المديح والإطراء من المحيطين من خلال الكريمات الجميلة من خلال الرقص من خلال الابتسامات ومن خلال مظاهر الفرحة المحيطة بهذا الشخص تزيد أيضاً من إفراز مادة الدوبامين أكثر وأكثر فهذا يؤدي إلى الشعور بالنشوة والسعادة وارتفاع اليقظة وحالة التركيز فتجد الواحد في أفضل حالاته في مثل هذه الحالات بعد الإنجاز مباشرة بالفعل دكتور محمد صراحة إحنا استوحينا الفكرة من مشاهد الفرح بلحظات الفوز من أولمبياد ريو دي جونيرو وكان فيه تركيز حتى من الصحافة بشكل عام على هذه اللحظات وأنه كيف ردات الفعل السؤال هنا ردات الفعل طيب ليش بتختلف من شخص لآخر ليش نشوف مثلاً شخص يبكي ليش نشوف شخص يجري في شخص يعني مثلاً يطيح في الأرض ليش؟ التوازن الانفعالي يلعب دور كبير في عملية ردود الأفعال في مثل هذه الحالة هو في المعتاد الأفضل حالة الرقص بعد تحقيق هدف أو بعد تحقيق فوز في مضمار جريء أو إلى آخرين من المسابقات حالة الرقص عادة تساعد على إفراز المزيد من الدوبامين فمزيد من الفرح ومزيد من الثقة بالنفس ومزيد من الإحساس باليقظة والسرور في هذه اللحظات فحالة الرقص عادة بعض اللاعبين بالمناسبة بعد تسجيل هدف نجد أنهم يتفقون على رقصة معينة يمارسوها بعد تسجيل الهدف هذه الحركة هم يعملوها تلقائياً دون قصد لكن هي تفرز المزيد من الدوبامين اللي بيساعدهم على مزيد من اليقظة وعلى مزيد من الأداء الجيد والممتع أثناء المباراة الرقص هو أفضل الردود لكن في بعض الناس اللي يبكوا نعم هذا الانفعال العاطفي اللي قد يحدث من حالة بكاء أو حالة ضحك تنقلب فجأة إلى حالة بكاء بيكون هناك حالة عدم توازن في التكيف العاطفي الداخلي أو عدم قدرة على وزن الأمور عاطفية من الداخل عادة الإنسان عندما يفرح من الطبيعي أن يضحك وأن يبتسم في بعض الناس تبدأ العملية بضحك وابتسام وسرور لكن من شدة الهياج العاطفي ومن شدة أن ما لديه من فرح وسرور يفوق الحد الطبيعي يبدأ هذا الأمر يتعالى داخليا فردت فعل غير واعية وغير مباشرة تحصل داخل الجسم بطريقة أوتوماتيكية حالة من الدموع ربما لإعادة التوازن لهذا الفرد حتى لا يخرج عن الحدود الطبيعية فحالة الحزن هي ليست حزن حالة البكاء التي تحصل كأنها نوع من عملية التوازن التي تحصل ما بين الفرح الزائد والمبالغ فيه طيب دكتور نود أن نشكرك على وجودك معنا كان معنا من جدة دكتور محمد الحامد استشاري طب نفسي ترجمة نانسي قنقر